اشتركوا في القناة الاجواء كوضع مهني عاطفي الاخ ونتكلم على الوقت الايجابي والوقت السلبي في النوعية او في الفترة دي اللي هي الربع التاني اللي هو فيما يعني ابريل مايو يونيو طبعا احنا في الفترة نصل تاني من مايو ويونيو ده فترة اعياد ميلاد اصحاب برج الجوزاء كل سنة وانتو طيبين مقدما يعني او انا بحب برج الجوزاء جدا يعني المهمة عشان بس تقوى عشان محدش يغير عشان محدش يغير عشان بيخش في اللي بيسمع البرج نفسه فيه كتير بيسمعه بيبقى مش برج الجوزاء فعلمني فبيبقوا والله بيحصل فيه غيرة كتير رهيبة المهمة برج الجوزاء خلينا نتكلم على الوضع المهني في البداية طيب الامور المهنية انت اول عشر ايام اقولي 11 يوم من ابريل ايجابيين كتير بعد كده بيبقى الوضع بالنسبة لنا متقلب فيه عدوات وفيه اختلافات وده بيكون لحد انت ده بيكون لحد اصلا النص الاول اللي هو اول 3 اسابيع من مايو فاذا احنا عندنا الفترة اللي هي اول 3 اسابيع من مايو يعني عندنا اللي هو نص التاني من ابريل واول 3 اسابيع من مايو الفترة دي بالنسبة لك فيها تقلبات مهنية فيها عدوات فيها كتير انك بتقاوح وبتعافر وبتسعب بشكل كتير قوي وبتتحمل ضغوط وبتتحمل كلام مهري من اخرين وكمان في نفس الوقت انت الفترة دي لازم تكون على حذر شديد من اي عداءات ومن اي منافسات ومن اي ملابسات يعني ابتعدوا تماما عن اي تلاعب في اوراق تلاعب في امور قانونية او امور قضائية تلاعب اللي لها علاقة بي الحديث او اساليب استفزازية يعني لا انا اسعى لي استفزاز حد ولا ان انا اسمح لحد ان هو يستفزني ان هو يقصر علي بان هو ان انا اقول اه انا استفزيت من الفلان ده ان يظهر نقاط ضعفي لفلان ده فلازم اكون على حذر شديد ورهيب اما اول 11 يوم رائعيا في ان انا اخلص اللي ورايا وانجز اكتر واسعى اكتر وابزل مجبود اكتر لان هيكون عندك كتير من الايجابيات وكتير من التقدم واذا بقى سعينا صح اول 11 يوم وحققنا نجاحات صح فبيكون عندنا الفترة اللي فيه ما بعد يوم 11 بتكون لطيفة عن الشخص اللي هو ما اخدش باله من اول 11 يوم وما استغلهمش فيكون عنده بعض الدروب هيوع فيه طيب بالنسبة يا برج الجوزاء للفترة اللي بعد كده هتكون قد ايه رائع اللي هو اخر مايو وشهر يونيو هيكونوا رائعين متميزين فيهم كتير من الايجابية وكتير من النجاحات المهنية وكتير من التقدم وبدايات عمل جديدة فاذا ده وقت كتير هيكون حلو جدا واجابي علينا طيب برج الجوزاء كمان الوقت اللي هيكون بالنسبة لك بقى متعلق بالشأن المالي يعني نتكلم على الامور المالية فيه كتير حاجة متعلقة بتقسيم على مراس او تأسيم مال او امور قانونية امور قضائية حاجة متعلقة باوراق متعلقة بوصايا تخص امور مالية فيه حاجة متعلقة بهبة من الاهل عليها بعض الامور الجدلية فيه بالنسبة لنا يا برج الجوزاء بعض الاختلافات الاختلافات مش اللي هو خلافات يعني هو فيه اختلافات اللي ممكن تؤدي الى خلافات يعني جدل ما بيننا وما بين حد على مال على أمور مالية على ممتلكات والجدل يؤدي إلى خلافات لكن مش خلافات هتيجي كده مرة واحدة أو الأمر بيتطرق إلى خلافات لا إحنا إذا كنا عندنا حرص شديد على أن الجدل يكون ماشي بين نطاق معين فإحنا هنكون بعدين كل البعد عن الخلافات لكن لكن في بعض الأبراج اللي المفروض تكونوا حذرين في التعامل معاهم في الأمور الخاصة بالتعاملات المالية والقضائية زي الأبراج الترابية لو أنت بتتعامل مع برج العزراء زي برج الصورة لو الأبراج النارية برج الأسد من الأبراج الهوائية اللي زيك هو برج الدلو الشوية بس هتعرف الأبراج الهوائية بنعرف نسيطر على بعض يعني بنعرف نخرج من نيها لكن من الأبراج المائية هنت هتكون حذر على التعامل مع برج السرطان طيب ده بالنسبة يا برج الجوزاء للتعاملات المالية أكون حذر في إيه لأن هنا ممكن الأمر اللي يتدخل فيه خلافاتها لكن غير كده الوضع بالنسبة لنا هيكون في حلول بس الحلول إمتى؟ الحلول آخر مايو الحلول بالنسبة لنا هتكون موجودة آخر مايو طيب وعايز أقول حاجة كتير مهمة ما بلاش إن إحنا في ظل الاختلافات إن إحنا نسمع من هنا ونسمع من هنا ويبقى عندنا القيل وقال وعقلياتنا عمليين نتأثر بيها بكلام خارجي لأن ده أكتر حاجة ممكن تعمل تقاطع دائية على فكرة طبيعي مش أي حد ممكن يسمع كلام بيتقال ويه لو سلمنا ودننا للناس هنتحب والله أنا عايزة كتير أقول لكل الناس اللي بتتبعني مش برج الجوزاء وبس ما تسلموش ودنكم لحد اللي عنده كلمة حلوة أهلا وسهلا حبيبي فقراسي عندك كلمة وحشة خلاها لك اشبع بيها عندك أربع حطان اختار لك حطة اضرب دماغك فيها لكن غير كده لا يسيطر عليك يعني حاول كتير تاخد الإيجابي بس أعمله كده أما اللي يؤدي إلى خلافات لو حد عايز نويش حينك بطاقة سلبية تجاه فلان أو علان أو علان خليك رويح خليك هادية ابتعد عن الأمور الخاصة بي الاستفزاز والجدل وي 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 أنا والله ما بحبش الأمور يعني لما بلاقي حد عارف فكرة آه يا لئيم عايز تستفزني أروح أدب فيه لأ عندي فكرة الاستغناء يعني آه امتلك فكرة الاستغناء أنك تكون مستغنية عن أي حاجة أنت بس أنت اللي تقدر تعمل أنت اللي تقدر تنجح أنت اللي تقدر توصل إذا أنت قمت هذا الشيء فأنت هتلاقي نفسك أن أي حد بيحاول أنه يشحنك بطاقة سلبية تجاه حد مش هيفرق معك وليه بقولك النقطة دي لأنها موجودة عندك الطاقة العدائية وحد بيزرع طاقة عدائية فيه اكتجاه شخص ما موجود جدا وعندك فيه كلام كتير بيتقال على عدة أشخاص حاول أن أنت تبتعد أنك تتأثر بهذا الكلام يا برج الجوزاء لأن هيكون 3 ربعه غير حقيقي إمتى الكلام ده من 11 إبريل يعني من وقته قريب مش هيبقى بعيد طيب برج الجوزاء بالنسبة ليه الأمور بقى العاطفية طب الحلول الوضع المالي هيكون فيه حلول آه فيه حلول على آخر مايو آخر مايو ويونيو فيهم حلول كتير قوية طيب بالنسبة ليه الوضع العاطفي الأمور العاطفية بالنسبة لك هيكون فيه العديد من المسئوليات العاطفية اللي بتكون موجودة في إبريل بتبدأ أنها تتحل في الفترة اللي هي قادرة أقولك من مايو يعني شهر مايو الوضع العاطفي هتلاقي دعم من الحبيب هتلاقي أن الحبيب بيطبطب عليك هتلاقي أن الحبيب بيهدي منك بيهدي من روعك بيهدي من قلقك بيهدي من خوفك هتلاقي أن الحبيب بيدعمك بعدة أفكار نصايح قرارات فيه إيجابية عاطفية فيه حب مشاعر بالطيب خطرك تخليك أن أنت تعرف تتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح فإذا عندك ده فيه عدة مسئوليات يعني فيه متطلبات لها علاقة هقول لكم كمثال اتفاق اتفاق خطوبة أو زواجة تحضير لمنزل أو عشة زوجية فيه موضوع عاطفي جديد وإنت مش عارف تفاتح القديم إزاي أو تعمل إيه أو لو كنتنا منفصلين وفيه علاقة جديدة فيبقى فيه فكرة اللي هو طب هعمل إيه هتصار في زي أولاد مش عارف إيه الدنيا ففيه شيء جديد يطرق عليك في الأمر العاطفي وفيه علاقات صداقة كتير جدا 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 تتحول لعلاقة عاطفية عند برج الجوزاء كل الحاجات دي متعلقة بجديد متعلقة بمسئولية وهنا أنت بتفكر في الأمر جدا على قد ما عندك الاندفاع العاطفي اللي هو أنا عايز حب عايز مشاعر عايز اهتمام عايز أني أهتم بحد وحد يهتم بيه جدا دي مشاعر هتبقى مغروزة فيك جدا بس فكرة المسئوليات عليك أو المتطلبات أو أن أنت بتحضر لزواج بتحضر لخطوة بتحضر لاتفاق بتحضر لبداية علاقة فعندك ده كله شاغل بالك فإنت متأثر بيه كتير عندك طاقة قلة نفسك كتير حد يشاركك بالرأي والتعامل وأخذ الموقف إن أنا أخذ موقف إيه وما وأتراجع عن موقف إيه عايز تعمل ده جدا جدا لكن في بدايات عاطفية في حالة من الحق إحساسك بالمسئولية ده إحساس هيكون موجود جواك لكن هيكون عندك بدايات عندك فيه تنظيم لمواعيد خطوبة زواج اتفاقات فيه نسبة كتير علاقات جديدة جديدة بتنشأ لي برج الجوزاء ولكن العلاقات اللي فيها مشاكل بقى العلاقات اللي فيها تدخلات من الآخرين العلاقات اللي فيها طرف تالت هنا لازم نكون حذرين بقدر عالي جدا نبقى واخدين بالنا بس إمتى هيكون فيه خلال الفترة اللي هي شهر مايو يعني الفترة دي اللي هي النص التاني من مايو لازم أبقى واخد بالي عندك نجحات مهنية بس الوضع العاطفي هيبقى فيه غيرة فيه مشاكسات فيه أمور خاصة بتضارب شوية فهيبقى العين عليك بالزيادة حد بيرقبك بالزيادة الماضي بيرقبك بالزيادة الأشخاص المشاكسين بيرقبوك الأشخاص اللي بيتدخلوا في شؤونك العاطفية بيرقبوك الطرف الثالث عايز يزيك أكثر في أكثر فيكون فيه مضايقات عاطفية إذا أنتوا استغنيتوا عن المضايقات العاطفية وقفلتوا الباب ده يعني قفلتوا البوابة دي تماما صدقوني هتبقى عندكم مكاسب أكثر عندكم نجحات أكثر فكروا في الوقت ده فيه الشأن المهني بس لو فكرتوا في الشأن المهني والمالي وإن أنا يبقى عندي اندماج عائلي وترابط عائلي وتواصل مع أحد الأصدقاء ده هيكون أفضل كتير طبيعي جدا أن أي شخص أو أي برج بيتعامل بي الأوقات يعني عندي وقت يبقى حلو أو يجب استغلاله وقت لازم أن أنا أبعد عن كل شيء وقفل بوابة الأمر ده حتى مؤقتا حتى مؤقتا لحد ما الدنيا بتهدى فيه أو الحظ يكون حليفك فأبدأ أفتح الباب مرة تانية وتعامل مدام الحظ حليفي لكن لو الحظ مش حليفي وأنا ممكن أدايه يبقى لازم أقفل الباب إمتى اللي هي الفترة اللي هي تكون من أواخر مايو الفترة اللي هي حلوة مهنيا الفترة اللي الشمس هتبقى موجودة عندك تمام؟ فده بالنسبة لبرج الجوزاء بشكل سريع عن توقعات الربع التاني طبعا توقعات شراءة هتكون أدك بشكل تفصيلي عام متل ما تنسوش اللايك وشيل أشارك في قناة تفعيل الجرس سلام